مرحبا وأهلا وسهلا فيكم أصدقائنا الطلاب اليوم راح نستكمل الصفحة 11 لنكون خلصنا الصفحة 11 بكتاب الطالب في الدورة اللي عم نمشي فيها حاليا تمام مثل ما اللي شايفين هون بالصفحة نحن 11 متل ما اتفقنا راح نحاول لنترجم الكلمات تبعات السؤال هاد وبعد ما ترجمون نشوف أجبتهم حتى ما مضيئ كتير وقت عليهم السؤال الأول طبعا طبعا باختصار عبلي انه راح تستمع you're going to listen to a lecture about lawmaking سوف تستمع إلى محاضرة عن صياغة القانون أو وضع القانون before you listen قبل أن تستمع try to answer how well أن تجيب these questions عن هذه الأسئلة طيب discuss your answers with the partner يعني ناقش أجوبتك أو أجوبتك مع شلي دي بركوا اتنين اتنين يجعبوا طبعا اي الطريقة ما بتجيه هو الكتاب العمل على الأساس أنه يدرس لطريقة تفاعلية لحتى يقوي الشخص حاله بالدغة الإنجليزية بس للأسف ما بيبشي الحال فاهم بلش نكمل can you think of an action that everyone in every country thinks is wrong يعني هل تستطيعوا أو تستطيعين التفكير بعمل والذي كله شخص في كل مجتمع يعتقد أنه غلط أو أنه خاطئ طبعا الجواب شفناه في النصوص كان عب بحكي عن الجرائم القتل السرقة طيب طريقة لحتى أطالع الأجوبة تبعا تليل المعلم بس مو دائما هذا الشي صاح في بعض الحالات مشان نختصر وقتا بنعمله مو دائما الواحد يعمل هذا الشي هون ما في مشكلة كونه هذا السؤال ما بيجي بالطريقة اللي نحن موجود فيها بالكتاب طبعا رقم الصفحة 32 متل ما نكون شايفين هون رح نطلع لهون التمرين هو رقم 3 متل ما نكون شايفين رقم 3 والبيج هي 11 والأكسرسايز 3 الجواب هو مثل القتل مثل السرقة والقتل طيب السؤال الثاني كم من الوقت مضى تعتقد دوهن لا تترجم ان اول معيار او اول قانون من القوانين يعني هي بتجي كمان معنى السياسي قانوني يعني بمعنى بنت قانوني فينا نقول قارب كلمة بنت قانوني او بنوت قانونية وضيع بنعمة اول قانون وضيع حسب النص اللي سمعنا او اللي قرأنا هو 4000 سنة من يضع او يصيغ او يصيغ او يصيغ او يصيغ او يصيغ القوانين في معظم المجتمعات الجواب هو حكومات السؤال الث سؤال الث سوف تستمع بثلاثة انماط او انواع من القانون قانون الجنايات او العقوبات القانون المدني وفراغ ما هو وتذة ما هو النوع الثالث من القوانين حسب ما مر معنا نحن بالكتاب او بالنص هو القانون الاسر او القانون العائلة أ بعض المجرمين يرسلون الى السجن لأجل جرائمهم ما هي العقوبة البسيطة او المخففة او يعني العادية المدسطة ما هي خطورة لي لس لجريمة خطيرة اقل جريمة خطيرة اقل جواب طبعا هو الفايد السؤال اللي بعده راح نروح عليه السؤال اللي بعده السؤال الرقم خمسة السؤال الرقم خمسة بدي اقرأ بدي اسمع على نفس التسجيل 1.1 واجواب على اسجيله كمان بها الطريقة ما بجيه كيف المتحدث يعرف القانون هل هو سبيشال كود هو بنت خاص قوانين التي تحكم المجتمعات ولا قوانين فردية ولا قوانين منظمة جواب طبعا مثل ما نشايفين هون A2 واللي هو قواعد او بنود تسيطر عن المجتمع او تحكم المجتمعات من يضمن ان الناس يطيعون بنود القانون او سلطات القانون او معايير القانون هل هي الحكومات هل هي الشرطة والقضاة هل هي مجموعة عامة او اعضاء الشعب يعني عن هين هي هي هيئة المحلفين جواب هو اتنين ومر معنى اللي ارى النص يعرف هذا الشيء يترجم هلا با اي نوع من القانون يتعامل مع القتل والسرقة القانون العقوبات والسرقة القانون العائلات والسرقة القانون المدينة والممتلكات اكيد هو القانون العقوبات